نقش مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية وقرر المجلس تأجيل البت في التقارير لمدة أسبوعين لمزيدا من الدراسة استهل السادة النواب جلستهم بطرح أسئلتهم على الحكومة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول المعايير في صرف المساعدات لذوي الدخل المحدود وعدد الجمعيات الاجتماعية المسجلة لدى الوزارة كنت أتمنى من إجابة سعد الوزير أن يكون هناك لجان تمر على هذه الجمعيات تتأكد من أنها تعمل كنت أتمنى أن يكون هناك رد بحيث أن يكون هناك تشريعات موجودة تتبع وزارة التنمية بحيث أنها تحط عينها على هذه الجمعيات الغير مفعلة عندنا من أصل 650 تقريبا جمعية هناك حوالي 174 جمعية رصدناها وشخصناها ووجدناها بالفعل لا تقوم بتحقيق أهدافها فأوضحت للأخوة النواب بأننا نسعى طبعا لدعم العمل الاجتماعي ودعم العمل الأهلي وأن نحاول قدر المستطاع أن نجعل هذه الجمعيات قادرة على الاستمرار في العمل الموضوع الثاني كان يتعلق بنظم المساعدات الاجتماعية ونظم الضمان الاجتماعي طبعا البحرين لا تملك نظام واحد فقط البحرين عندها نظام متطور للضمان الاجتماعي وعندها حد وضوح لمتطلبات الحياة الأساسية وتدعم أي إسرة يكون مجمل دخلها أقل من معدل أو متطلبات الحياة الأساسية وفي سياق آخر تم طرح سؤال على وزارة المالية يتعلق بخطة الحكومة لتنويع مصادر الدخل يجب هناك يكون مساهمات لكل القطاعات الدولة في الناتج المحلي الاجمالي لوضع سياسة أو لوضع آلية لوجود مصادر بديلة عن النفط عرضت رسم بياني يبين كيفية أن اقتصاد البحرين زاد تنوع وكبر خلال السنوات الماضية فبالتالي تحسين التشريعات التي تنظم الرسوم وتنظم دخل الحكومة من هذه القطاعات هو دور للسلطة التشريعية والحكومة مع مع وفي باب بند المناقشة كانت الأولوية لموضوع سياسة الحكومة حول مشكلة الأمطار حيث قام السادة النواب باستعراض ملاحظاتهم وكذلك الحكومة في هذا الشأن نحن من منطلق التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية وأيضا مع المجالس البلدية سوف ننتظر وصول هذه التوصيات والاقتراحات وسيتم تدارسها والرد عليها المناقشة العامة الخاصة بالأمطار اليوم خرجت بمجموعة من التوصيات نأمل أن تحد من هذه المشكلة الأزلية التي تتكرر شبه سنويا وفي ذات الجلسة تم حالة تقرير الرد على الخطاب السامي إلى هيئة المكتب مع تضمينه لملاحظات النواب بالرغم من ازدحام جد والأعمال جلسة مجلس النواب بالبنود إلا أن نصيب الأسد من المناقشة كان حول سياسة الحكومة لتنويع مصادر الدخل ومشكلة الأمطار سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرائي